اسمع منادي الله ينادي ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائه وإني أشد شوقا لهم ألا من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني من ذا الذي أقبل علي وما قبلته من ذا الذي ضرق بابي وما هتحته من ذا الذي توكل علي وما كفيته من ذا الذي دعاني وما أجبته من ذا الذي سألني وما أعطيته أهل ذكري أهل مجالستي أهل شكري أهل زيادتي أهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصاهب لأطهرهم من المعايب من أقبل علي تقبلته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته مزيد ومن أراد رضاي أردت ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد من صفى معي صافيته من أوى إلي آويته من فوض أمره إلي كفيته ومن باع نفسه مني اشتريته وجعلت فهمنا جنتي ورضاي وعد صادق وعهد سابق ومن أوفى بعهده من الله يا فرحة التائبين بمحبة الله فيا فرحة التائبين بمحبة الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطاق كريم الهج بحمده واهتف بشكره وقل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنه خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع وأبوء إليك بنعمتك عليك وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يقبل الذنوب إلا أنه قل أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد قل أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد أنا الضال الذي هديته فلك الحمد أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أمن يا رب حمدني ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تصمد أبواب غيرك ربنا قد وصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد